موسيقى أحييكم مشاهدين عينما كنتم جولة الصحافة من اليوم أهلا بكم موسيقى اهتمت الصحف الصادرة لهذا اليوم بما قالت عنهم حاولة السلطات التركية التخفيف من حدة الخلافات مع واشنطن وذلك بتقديم أنصاف الحقائق وترويج أخبار فيها نسبة كبيرة من الفبركة كما وأكدت صحف أخرى بأن روسيا تدرك مدى تأثير إسرائيل على إدارة دونالد ترامب وبالتالي فإن إشراكها في الأزمة السورية قد يقودها إلى حل مع واشنطن حيث أن سوريا مقبلة على تحولات جوهرية على مستوى التحالفات بعد أن اتضح الكاشف لروسيا مدى قصور الرهان على حل الأزمة في التعاون مع تركيا وإيران التي أصبح تاعبا ثقيلا يعقل تحقيق اختراق فعلي في جدار الأزمة والبداية من صحيفة العرب اللندنية والتي عنوانات إيران وتركيا خارج مدار اللعبة السورية حيث تشهد الساحة السورية مخاضا لتحولات جديدة على مستوى التحالفات وسط توقعات بأن أنقرة كما طهران الخاسر الأكبر من هذه المتغيرات التي يرجح أن يتسارع نسقها بعد انتهاء الانتخابات البلدية في تركيا الأحدى الماضي والانتخابات الإسرائيلية العامة المقرر الأسبوع المقبل وتفيد دوائر سياسية بأن إسرائيل باتت في صلب المعادلة السورية بفضل روسيا التي قال رئيسها فلاديمير بوتين في فبراير الماضي إنه بصدد تشكيل مجموعة عمل تتضمن مختلف الفاعلين في المشهد السوري وبينهم إسرائيل وذلك لإنهاء الأزمة في تصريح أن أثار حينها الكثير من التساؤلات بشأن مستقبل مسار أستانا الذي ترعاه كل من موسكو وأنقرة وطهران وتشير الدوائر إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو عشية الانتخابات العامة في إسرائيل إلى موسكو وتسلمه لهدية هي عبارة عن رفاة الجندي الإسرائيلي زخريا باوميل الذي فقد خلال معركة السلطان يعقوب في منطقة البقاع في العام 1982 خلال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي للبنان وتأكيد بوتين على أن العثور على رفاة هذا الجندي تم بمساعدة من شركائنا السوريين في إشارة إلى دماشق مؤشر جدي على تغيير دراماتيكية في المسرح السوري الشرق الأوساط عنوانات بأن وليام بيوتازا يقول ارتكبنا أخطاء في سوريا وبوتين حدق في عيني وطلب معاملة ندية حيث قال نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وليام بيرينزا في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط أمس إن عدم رد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تجاوز دماشق الخط الأحمر في نهاية 2013 أثر سلبان على نفوذ أمريكا ودورها في العالم لافتا إلى ضرورة تحلي واشنطن بالواقعية إزاء التعاطم على أزمة السورية لأن السنوات السابقة وضعنا أهداف كبيرة من دون توفير الأدوات لتحقيقها وأشار بيرينزا إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب الأتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتلة خلق مشكلتين الأولى خدمة للرئيس السوري بشار الأسد وإيران وروسيا فبدلا من الحديث عن إراقة الدماء في سوريا يجري الحديث عن مقاومة الاحتلال الثانية تتعلق بعدم جواز كسب أرض لغير بالقوة هذا مبدأ دولي المشكلة ماذا ستقول لبوتين عن ضم القرم إلى روسيا وكان بيرينز يتحدث إلى الشرق الأوسط في لبنان أو عفا في لندن بمناسبة إصدار كتاب لقناة الخلفية الذي يرصد تجربته خلال 30 سنة في الخارجية الأمريكية عمل فيها تحت إدارات خمسة رؤساء أمريكيين وعشرة وزراء خارجية وتطرق في الحديث إلى أهمية الدبلوماسية خصوصا في هذه المرحلة التي تتطلب قيام واشنطن باستعمال قوتها الاقتصادية والعسكرية ببراعة والتي تؤدي إلى تحقيق مصالحها في لحظة الصعود الصين ويقضة روسيا القدس العربي قالت عمان ودماشق طريق وعر وتبادل سلبي للرسائل المتحكم عن بعد السفير الأمريكي في إسرائيل حيث أنه مباشرة قبل قرار الخارجية الأردنية توجيه اعتراض رسمي وقانوني على اعتقال السلطات السورية لثلاثين أردنيا مساء الخميسة بدون إضاح الأسباب كانت الرسالة التي تصل عبر قناة خاصة من دماشق تقول الاتصالات والعلاقات غير مفيدة من جهتنا إذا كنتم لا تستطيعون تلبية بعض الاحتياجات الإشارة السورية هذه هنا كانت تلمح لقرار مصفات البترول الأردنية وقف إصدار ترخيص بشأن التوريد مشتقات النفط للداخل السوري عبر ميناء العقبة الأردنية ووصلت فعلا عدة صهاريج عبر الأردن بعدما أرسل الرئيس السوري بشار الأسد مباشرة طلبا للقصر الملكي قبل أربعة أشهر يتحدث عن السماح لتجار من الجهتين بشراء المشتقات النفطية عبر الأردن وافق مركز القرار الأردنية على الأمر وقتها واستعانت دمشق بتاجرين كبيرين من أبناء مدينة الرمثة وأرسلت صهاريج عدة إلى أن قررت بصفات البترول فجأة توقيف التصاريح بضغط دبلوماسي هذه المرة على الأرجح من الملحق التجاري الأمريكي في العاصمة عمان وقتها أثار نواب كبار في البرلمان الأردني من بينهم خليل عطية وعبد الكريم الدغمية مسألة تدخلات الملحق التجاري الأمريكي بحركة الحدود الأردنية السورية وذلك بعد إعادة افتتاح معبر نصيبة بغطاء روسي وبعلم أمريكي العربي الجديد عنونت اتفاق برلماني عربي على حماية الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بضم الجولان حيث اتفقت المجموعة البرلمانية العربية في اجتماعها التنسيقية الذي عقدته في الدوحة يوم الجمعة برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربية ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطرهون على مشروع قرار سيجري تقديمه للدورة 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولية التي تبدأ أعمالها سبت في الدوحة ينص على حماية الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتلة وكان البرلمانيون العرب قد ناقشوا خلال اجتماعهم التنسيقية المقترحات المتعلقة بإضافة بند طارئ إلى جدول أعمال الجمعية العامة الاتحاد البرلماني الدولي وتوافقوا في آخر المطافة على مقترح يدمج كافة المقترحات التي تقدمت بها دول الاتحاد ينص على حماية الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة وتعزيز قيم التعايش المشترك بين الأديان والشعوب والآن إلى الشأن العراقي عراقيا قالت صحيفة الحياة بأن بري من بغداد يقول بأن العراق نقطة تواصل ولا يحسب على محور معينة حيث اختتم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري زيارته الرسمية للعراق بعقد المزيد من اللقاءات مع القيادات والتيارات السياسية العراقية المتنوعة في مقر إقامته في دار ضيافة رئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء في بغداد وانتقل إلى الدوحة في قطر للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يفتتح أعماله اليوم وأكد بري في حديث لقناة السومرية في العاصمة العراقية إنه بعد لقاء المرجع السيد علي السستاني ولقاءاته في بغداد أعتقد أنني أستبشر بمستقبل العراق أكثر فأكثر مشيرا إلى أنه مهما اشتدت الخلافات فإن الحلول كامنة في المجلس النيابي وفي الوزارة وفي المسؤولين العراقيين ولفت بري إلى أنني لا أعتقد أن هناك خطر على التفرقة موضحا أنني لم أحضر إلى بغداد من أجل مصلحة لبنانية بل لمصلحة العراق السياسية قبل أي مصلحة أخرى وأيضا لزيارة الأماكن المقدسة والمرجعيات وأشددها على أن مصلحة لبنان ليست فعيدة عن مصلحة العراق وعلى أن المرحلة الحالية ليست هيينة على الإطلاق مشيرا إلى ضرورة تمتين الوحدة ومحاربة الفساد وعدم الإبقاء على الحكومة بترى لمدة طويلة القدس العربي قالت تحذيرات لسكان بغداد من خطر الفيضانات غرقوا ثلاث قرى في محافظة ميسان والسيول تهدد الحقول النفطية في البصرة حيث حذرت السلطات العراقية سكان العاصمة بغداد وضواحيها من خطر الفيضانات خلال الأيام الثلاث المقبلة بعد ارتفاع مناسيب مياه نهر دجلة فيما أفادت أنباء بغرق ثلاث قرى هي أميلحا وارويدا وشريطي شرقية محافظة ميسان جنوبية شرقية العراق وذلك نتيجة سيول قادمة من إيران ففي بغداد دعت هيئة السياحة مؤسسة حكومية أمس الجمعة المرافق السياحية الواقعة على ضفاف نهر الأنهار لاتخاذ الحيطة والحذر لغرض الحفاظ على سلامة المواطنين من ارتفاع مناسيب مياه الأنهار وقالت الهيئة في بيان إنه على كل المرافق السياحية من فنادق ومنتجعات سياحية ومطاعم التي تقع على ضفاف الأنهار اتخاذ الحيطة والحذر والإجراءات الاحترازية وتطبيق شروط السلامة وتعليمات الدفاع المدني للحفاظ على مواطنيها من ارتفاع مناسيب مياه الأنهار والآن إلى الشأن الإيراني إيرانيا قالت صحيفة الشرق الأوسط بأن واشنطن تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية حيث تعتزم لولايات المتحدة إدراج فراق الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية فيما يمثل أول مرة تصنف فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية وأكد مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار يوم الأثنين وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن التعليق وأحالت الأسئلة المتعلقة بهذا القرار إلى وزارة الخارجية والتي امتنعت بدورها عن التعليق ودفع وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو عن هذا التغيير في السياسة الأمريكية بوصفه جزءا من موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب المتشدد تجاه إيران وسيأتي هذا القرار قبل حلول ذكرى مرور عام على قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع طهران وإعادة فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلال وكانت صحيفة أول ستريت جورنال أولى من كشف عن قرار الإدارة الأمريكية الخاصة بتصنيف الحرس الثوري على أنه مرضمة إرهابية القدس العربي عنولت ارتفاع حصيلة الفيضانات في إيران إلى سبعين قتيلا حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من إيران في الإسبوعين الماضيين إلى سبعين قتيلا وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا مساء الجمعة ونقلت إيرنا عن مسؤول من منظمة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوندا قوله إنه إضافة إلى القتل السبعين فقد خلفت الفيضانات سبعمائة وواحد وتسعين جريحا وخمسة وأربعين منهم ما زالوا في المستشفيات وأضاف إن أكثر المناطق تضررا هي محافظة فارس الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي بلغ عدد القتل فيها 23 شخصا واشتاحت الفيضانات والسيول معظم أنحاء إيران منذ التاسع عشر من آذار مارس وغمرت موجة أولى من الفيضانات شمال شرق إيران في التاسع عشر من آذار تلتها موجة ثانية اشتاحت غرب البلاد وجنوب غربها في الخامس والعشرين من آذار ما أدى إلى مقتل خمسة وأربعين شخصا وشهد غرب إيران وجنوبها الغربية موجة ثالثة في الواحد من نيسان عندما عادت الأمطار الغزيرة للهضول في المنطقة وقالت الحكومة إن الفيضانات أحدثت أضرارا في نحو 12 ألف كيلو متر من الطرقات أو 36% من شبكة الطرقات في البلاد والآن إلى الشأن العالمي عالمياً عنوانة العرب اللندنية بأن أنقرة تنتج واقعاً افتراضياً للعلاقات مع واشنطن حيث يقفز المسؤولون الأتراك على وجه أزمة حقيقية مع الولايات المتحدة على خلفية مواقف أنقرة من صفقة الصواريخ الروسية فضلاً عن خلاف جوهري يتعلق بالموقف من أكراد سوريا وتهديدات أنقرة لمناطق نفوذهم شرقية الفرات وفيما شدد مسؤولون أمريكيون بارزون وبينهم وزير الخارجية مايك بومبيو على أن شراء عنقرة لمنظومة صواريخ S-400 الروسية سيعني آلياً وقف حصولها على المقاتلات الأمريكية F-35 فإن تصريحات نظرائهم الأتراك توحي بأنهم بدأوا بالحصول على تفكى المقاتلات مع أن الأمر لم يتجاوز عملية تدريب لطيارين أتراك عليها وإن الطائرات لا تزال في قواعد بالولايات المتحدة ويتلقى طيارون أتراك حالياً تدريباتنا على استخدام مقاتلات F-35 في قاعدة لوك الجوية بولاية أريزونا الأمريكية كما أن هناك موظفين أتراكاً في مجال الصيانة يتلقون التدريبات أيضاً الشرق الأوسط قالت ألاف المحتجين في وسط العاصمة الجزائرية يطالبون بإزاحة الباءات الثلاثة حيث توافد ألاف الجزائريون يوم الجمعة إلى وسط عاصمتهم للأسبوع السابع على التوالي وذلك للمطالبة بالسقوط الكامل للنظام ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية وارتفع تدريجياً حجم الحجد في ساحة البريد المركزية والشوارع المجاورة قبل انطلاق التظاهرة الكبرى التي يتوقع أن تكون مليونية علماً أن عدد المتظاهرين يرتفع بعد خروج المصلين من المساجد بعد صلاة الجمعة وهدف المتظاهرون سئمنا من هذا النظام ونريد أن يتنحى الجميع ولن نسامح لن نسامح في رد على اعتذار الرئيس المستقيل وطلبه الصفحة عن كل تقصير ارتكبته في حقهم بكلمة أو بفعل وعلى غير العادة غابت شاحنات الشرطة التي كانت تتمركز في نقاط قريبة من صاحة البريد المركزية بينما عززت قواتها في الشوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية ومبنى الإذاعة والتلفزيون في حي المرادية وكذلك في شارع الدكتور سعدان حيث مقر الحكومة والآن إلى فقرة المقال ومحازئ اهتمام الصحف من آراء للكتاب سيتوقف الكثير على ما إذا هناك ما يكفي من الوعي في أوساط المجتمع المدني لفرض الجمهورية الثانية على المؤسسة العسكرية وعلى الأخوان المسلمين في الوقت ذاتها هذا ما قاله الكاتب خير الله خير الله لنتابع مع إزدال الستار على عهد عبد العزيز بوتفليقة الذي استمر عشرين عاما بينها ست سنوات كانت فيها الحلقة الضيقة المحيطة به في موقع الرئيس بدأت تبرز ملامح صراع من نوع مختلف يتوقع أن يكون هذا الصراع مرتبطا بمستقبل النظام الذي سيكون عليه المحافظة على السلم الاجتماعي والحؤول في الوقت ذاته دون انفجار كبير على نسق ذلك الذي حصل في تشرين الأول أكتوبر من العام 1988 في عهد الشاذلي بن جديد لا يزال الجزائريون يعيشون إلى اليوم في ظل هاجس أحداث 1988 وما تلاها من مذابح استمرت عشر سنوات عرفت بعشرية الرماد أو الجمر ما حصل في الجزائر يوم الثلاثاء الواقع في الثاني من نيسان أبريل 2019 انقلاب عسكري بكل معنى الكلمة استظل الانقلاب بالحراك الشعبي ردا على سعي الحلقة الضيقة المحيطة ببوتفليقة إلى ترشيحه لولاية خامسة بما يسيء إلى الرئيس الجزائري المستقيل أكثر من أي أحد آخر بعد الفشل في ترشيح بوتفليقة لاجأ لأفراد الحلقة إلى تمديد الولاية الرئاسية عن طريق الندوة الوطنية فشل هؤلاء في ذلك أيضا تحرك الجيش عبر نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح وأجبر الرئيس على الاستقال قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء ولايته ما يؤكد حدوث الانقلاب وصف قايد صالح المحيطين ببوتفليقة بالعصابة سيلاحق هؤلاء في قضايا مالية لا شك أن المؤسسة العسكرية الجزائرية استطاعت التقاط عنفاسها على الرغم من كل ما تعرضت له في عهد بوتفليقة من أجل تحويلها إلى أداة طيعة في يد الحلقة الضيقة المحيطة به إنه المنطق الذي يقول أن شراء السلم الاجتماعي بأموال النفط والغاز لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية وأن الجزائر في حاجة إلى دخول عهد الجمهورية الثانية بدءا بالتخلي عن وهم القوة الإقليمية ذات الدور الكبير فإيجاد فرص عمل لمئات آلاف الشبان الجزائريين يظل أهم بكثير من بيع الأوهام عن قوة الجزائر ونفوذها خارج حدودها ربما يستغرق الأمر أسابيع إن لم يكن شهورا قبل أن تتكشف كامل الحقائق بخصوص الفيضانات التي تشتاح مختلف أرجاء إيران ومع هذا فإننا نعلم بالفعل أن الفيضانات الحالية تشكل واحدة من كبرى الكوارث الطبيعية التي عانتها إيران على امتداد نصف قرن هذا ما قاله الكاتب أمير طاهري لنتابع ربما يستغرق الأمر أسابيع إن لم يكن شهورا قبل أن تكتشف كامل الحقائق بخصوص الفيضانات التي تشتاح مختلف أرجاء إيران ومع هذا فإننا نعلم بالفعل أن الفيضانات الحالية تشكل واحدة من كبرى الكوارث الطبيعية التي عانتها إيران على امتداد نصف قرن وتبعا للبيانات الأولية الصادرة عن منظمة الصليب الأحمر ضربت الفيضانات ما يزيد على 300 مدينة داخل 22 محافظة من إجمالي 31 محافظة إيرانية ما تسبب في تضرر 18.5 مليون شخص يمثلون قرابة ربع إجمالي السكان وأصبح مليون فاصل 2 مليون شخص مشردين على الأقل بصورة مؤقتة ولتقل الأضرار التي أصابت البنية التحتية للبلاد فداحة ذلك أن حالة من الفيضان تسود 141 نهرا ووقعت 500 حالة انزلاق أرضي على امتداد مساحة 3000 كم من الطرق العادية والسريعة تربط آلاف القرى إضافة إلى تعرض 78 مدينة متوسطة أو كبيرة الحجم لتدمير جزئي أو كلي جدير بالذكر أنه في خضم كارثة زلزال بام عام 2003 سارعت أكثر من 60 دولة لمعاونة إيران على التصدي للكارثة في ذلك الوقت رحبت الحكومة الواجهة أنذاك بقيادة الرئيس محمد خاتمي بن مساعدات الأجنبية الأمر الذي أغضب المرشد خامناء الذي تساءل كيف يمكن أن نذل الإسلام أمام الكفار إلا أنه هذه المرة لم تجرؤ حكومة الواجهة بقيادة روحاني على تحدي المرشد من جانبه صرح المساعد الأول لروحاني إسحاق قهاني غيري بأن دولة في ثراء الجمهورية الإسلامية ليست بحاجة إلى مساعدات أجنبية على أي حال ليست هناك عقوبات ضد زعيم أجنبي مثل الرئيس فلاديمير بوتين تمنعه من الاتصال هاتفيا بمسؤول في طهران ليعرب عن تعازيه وتعاطفه إلا أن المشكلة تكمن في أن بوتين لن يدري من يتعين عليه الحديث إليه في طهران روحاني المل الذي يلعب دور الرئيس أم خامناء الذي ربما يشعر بالإهانة إذ أخبره بوتين أن ثم تكارثة تعصف بجنته الإسلامية إلى أخبارنا المنوعة والطريفة قام المخرج يواكيم هيدن بتصوير أحداثه فيلم في استوديون جديد تحت الماء افتتح في بلجيكا في مسبح عمقه 9 أمتار بني خصيصا ليكون استوديون للتصوير السينمائي تحت السطح أو بريكينغ سيرفوس هو أول فيلم يتم تصويره في استوديو جديد تحت الماء افتتح في بلجيكا في مسبح عمقه 9 أمتار بني خصيصا ليكون استوديو للتصوير السينمائي الفيلم الجديد وهو أحدث أفلام المخرج يواكيم هيدن يدور عن رحلة غطس شتوية تقوم بها شقيقتان في النرويج هما تيوفا وإيدا وتنتهي بمشاكل وصور هيدن مشاهدة من الفيلم أثناء عصفة ثلجية في القطب الشمالي لكن فكرة إنزال الممثلين وتاقم العمل في مياه متجمدة كانت مستبعدة إلا أن الوضع تغير بعد أن توفر أمام هيدن خيار الستوديو الجديد ويتميز استوديو لايتس الواقع على بشارف العاصمة بروكسل بأرضية متحركة وهو ما يعني أن بالإمكان بناء أماكن للتصوير على الأرض ثم إنزالها إلى المياه وتقوم رافعات على جوانب المسبح برفع القوارب وغيرها من المعدات كما يوجد عاملون لتدريب الممثلين وأشارت كارين يانسون وهي إحدى المؤسسين إلى أن الستوديو فتح آفاقا جديدة أمام المنتجين يأتي إلينا منتجون ومخرجون ويقولون لدي هذا السيناريو الذي يقبع في الخزانة منذ خمس سنوات وأعتقد أنه لن يكون من الممكن تنفيذ هذا المشروع لأنه خطير للغاية لكن هنا من الممكن تصويره فعليا وبطريقة آمنة ويتضمن الستوديو منصتين جافتين ومنصة مائية بها ماكينات للأمواج والرياح يمكنها إثارة عصفة مثالية لأي فيلم يتطلب عصفة والآن إلى فقرة الكاريكاتير موسيقى 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 نهاية الجولة شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة